بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى تعليق على مقترح قدم ضمن المؤتمر بتاع المناهج اللي كان في مطلع يناير في الأيام الفاتد والمقترح بتاع المؤتمر ضاء فيه يعني دعوة لتضمين مادة من المواد تدرس في المدارس الابتدائية أو المتوسطة للتلاميذ والمادة بتتكلم عن الصحة الجنسية يعني تدريس ما يتعلق بالجنس و إن كان مقترح لسه وحتى عرضوه للتداول والنقاش وما دخل حتى الآن حيز التنفيذ والحمد لله فديرين يشوفوا آراء الناس فيه و حقيقة الموضوع ده قد يكون ظاهره في الظاهر لبعض الناس الما متعمقين في الأفكار والآراء الموجودة في الساحة وأولياء الأمور اللي يعني ما ركزوا مع الموضوع كويس قد يكون في ظاهره تعليم التلاميذ ما ينفعهم ده في الظاهر وفي الحقيقة مجرد مقترح الموضوع ده بيعتبر جس نبض للمجتمع إلى أي مدى ممكن يتقبل فكرة إثارة الموضوع ده ومن ثم فكرة تطبيق مسألة الصحة الجنسية أو الكلام عن الجنس بالنسبة للتلاميذ أطفال صغار إما في الابتدائية أو في المتوسطة ده جس نبض شوفوا المجتمع مدى تقبلوا وتفاعلوا مع الموضوع ده شنو إذا ما وجدت ردود أفعال قوية بتستنكروا كما هي العادة وإنه الموضوع ده نحن ما عندنا وما مقبول لا في مجتمعنا مجتمع العام في الحياة اليومية في البيوت ولا كمان يعني في مدارسنا ما حصل درسة مادة زيدي عندنا ولا من ثقافتنا أصلا ولا من حياتنا في البيوت أولادنا عيالنا الصغار نحن ما قلنا نناقش معاهم أمور زيدي ولا مسمح لهم يناقشوه حتى فيما بيناتهم بل بيعتبر الكلام عندها الكلام عنها بيعتبر عندنا في المجتمع نوع من أنواع يعني السؤال الأخلاقي ونوع من أنواع الأخطاء اللي بتعالج من قبل الأسر وحتى من الشارع العام بحد كبير في مجتمعنا المحافظ والحمد لله أزول لو سمع طفل من الأطفال في الشارع بيتكلم ببعض الألفاظ اللي بتخص الأشياء الجنسية بينكر عليه وبيلومه والمجتمع كله بتشارك مع بعض في أنه الأطفال يعني ما يتناقشوا في الأمور دي ما يتجادلوا فيها ما يستعملوا ألفاظ بتعتبر ألفاظ ألفاظ نابية قبيحة ما مقبولة طيب قبل التعليق على الموضوع ده التعريف بتاع ما يسمى بالصحة الجنسية أو الصحة الإنجابية جاء في مؤتمر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة ألف وتسعمائة وتسعين التابع لمنظمة الصحة العالمية بيقولوا أنه الصحة الإنجابية تعني أن يتمكن الناس من التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة مع إمكانية الإنجاب وحرية اتخاذ القرار برغبتهم وتحديد زمانه وتواتره ده التعريف للموضوع وأنا حقيقة ما در أخش في تفاصيل ولا في شرح لأنه المسألة واضحة حتى الكلمات اللي أثيرت في الموضوع ده يعني بيطالبوا بأنه الطفل وهو في سن صغير جدا أنه يعلموا الأشياء الجنسية وكيفية ممارسة الجنس إلى آخره ودي مسألة كأول تعليق نحن نعلق في الموضوع ده إنه بتتعارض مع دينا الحنيف في الأول لأنه لو رجعنا إلى نصوص القرآن والسنة اللي تكلمت عن موضوع إتيان الرجل لزوجته أو الدخول على زوجته بنجد إنه القرآن الكريم استخدم ألفاظ الكناية ما في ألفاظ صريحة بتناقش الأمور دي بصراحة ليه لأنه مناقشتها بصراحة هي نوع من أنواع التفحش في القول والتفحش يعني يترفع عنه القرآن ويترفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتترفع عنه كل الأخلاق الكريمة فما كان النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولهذا يا أخوان تجد القرآن لما ناقش القضية دي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم لاحظ يعني تعبير بعيد عن استعمال اللفظ المستقدم للنص على الموضوع ده في المجتمع بعيد فأتوا حرثكم أن ناشئتم بعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام أوصف بعيدة عن استعمال الألفاظ المباشرة أيضا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن مسألة التيمم أو لامستم النساء لاحظ التعبير أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة وربنا يقول وكيف تأخذونه يعني المهر يرجعوا من المرأ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كويس ربنا قال فالآن باشروهن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم شوف استعمال الفاظ المباشرة أو لامستم أفضى بعضكم إلى بعض الفاظ بتاع التكنية بعيدة عن استخدام اللفظ الخادش للحياة اللفظ الجارح اللفظ اللي هو اللي بيعتبر تفحش في القول بعيد عنه ده الاستعمال اللفظ القرآني يعني حتى في القرآن في السنة كذلك ما بتجد الفاظ مباشرة ونص في الموضوع إلا في مواضع محددة جدا وعندها يعني حكم تجد مثلا اللفظ ده استخدم بصورة صريحة في القضاء لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا فعلت بالمرأة ما يفعل الرجل بمرأته أو عبارة نحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا فعلت لعلك قبلت لعلك كذا لعلك لحد ما نص على الكلمة ذات اللي بيقع بيها ما يقع بين الرجل والمرأة بعد ذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه ليه لأنه يا أخواننا قضية القضاء القضاء بيختلف عن مسألة يعني تعليم الإرشاد التوجيه ليه القضاء لا بد فيه من النص لا بد فيه من النص عشان كده لو مش قلت للقاضي قلت له فلا أنه أسأني ما بيحكم عليه بمجرد كلمة أسأني أو جرحني أو خدش مشاعري كلام زي ده القاضي ما بيقبل به ليه لأنه القاضي دا يعرف نص الكلمة اللي قال ليك الزلدة عشان يبني على الحكم القضائي طيب ومن هنا يا أخواننا أنا بعتبر وده مش رأي شخصي دا يعني رأي فقهي من ناحية ورأي متمعي مبني على الأخلاق بتاعتنا اللي إحنا تربينا عليه في متمعنا إن كان متمع مدينة أو متمع قرية الأخلاق اللي إحنا تربينا عليها إنه مثل هذه الأمور اللي بتتعلق بالجنس بتتعلق بمعاشرة الرجل لزوجته ينبغي ألا تكون إطلاقا محل محاورة وجدل بين الأطفال ينبغي تكون من المسكوت عنه لأنه دي بتهز المجتمع وبتخلخل الأخلاق وبالتالي من يدعو الناس إلى إثارة هذه المواضيع بين الأطفال فهو في الحقيقة يدعو إلى إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كل من يريد اتباع الشهوات دير مجتمعنا نحن يبدأ بتعليم الأطفال الشهوات لأنه يا أخوانا مجرد ما بيقت في حصة في المدرسة بتدرس في المدرسة منهج مدرسي يدرس لهم الجنس وما يتعلق به من أوصاف وصفات وطرق وما يتعلق به من وصفة الأعضاء وغيرها إذا كانت في حصة منهجية زيدي أعرف إنه حينبني عليها تغير في لغة الأطفال لأنه إذا كان الأستاذ بتاعت بالنسبة لك قدوة نحن الأستاذة وكذ قريناه حتى الآن بيمثل بالنسبة لنا قدوة وإنسان يعني كريم في أخلاقه مرشد بالنسبة لنا بيمثل بالنسبة لنا كله حاجة لما نجي أستاذي المحترم استعمل لي ألفاظ أنا في العادة وفي مجتمعنا بعرف إنه دي ألفاظ وإن ما استخدم العبارات النابية والقبيحة لكن بمجرد إنه بيقى إشرح لي في أشياء أنا في مجتمعي بتعتبر أشياء خاتشة للحياة وأشياء مؤثرة علي أنا طوالي أنا هتزول عندي هيبة الأستاذ من جهة من جهة تانية هأستعمل الألفاظ تاني مع الأستاذ عادي جدا ومع غيره وحاجة تكلم باه في البيت مع أمي وأبوي وحاجة عمل باه في الشارع طيب دي بينبني على عمل من ناحية تانية بينبني على عمل إنت لما تجيب طفل عمره لسه 11 سنة أو 10 سنوات ودعلمه طيب ما هو بتلفت لإنه مفترض يطبق الحاجة الدرسوها له دي بصورة عملية زي ما أنا لما ندين درس عن بر الوالدين ولا ندين درس عن احترام الكبير أول ما الولاد اركب المواصلات ويلق له حاجة كبيرة وقفة على حيلة جنبه وهو قاعد في الكرسي حيقوم لي عشان تقعد هي لأنه وديهم الدرس ده في المدرسة طيب انت تتوقع شنو من أطفال صيبية صغار قدرديل وانت بتديهم درس عن الجنس بعد الحصة تتوقعون حيما له شنو يعني أنا بخليك انت بعد ده اسرح بخيالك شنو اللي بيحصل لأولادنا انه درسهم كلام زي ده في المدرسة ها حينبني على شغل عملي بعدين يا اخوانا النازل لما تكلموا عن المناهج في قضية الصلاة القرائب يقول انه نحن الولد اللي عمره لسه في أولى ابتدائي لسه الصلاة ما فرضت عليه فنحن ممكن ندرس الصلاة ولسه الصلاة ما مفرض عليه وعمره ستة سنوات طيب كيف انت بتدرس الجنس وعمره عشرة سنوات او حداشر سنة او قولي اطماشر سنة ده ماشي تزوج هل بيقع على الموضوع ده يا اخي حتى لو لو نحن ارتضينا انه تكون عندنا مادة زي دي وان كان ما مقبولة حتى لو في الجامعة ما مقبولة لانه خادشة للحياة ومؤثرة على اخلاق المجتمع لو ارتضينا انه تدرس هل تدرس لاطفال غصر بل القانون البنادبيه والليلة ها المنظمات النسوية العلمانية بتنادبي قانون انه ما تزوج المرأة دون طمانتاشر سنة ما تزوج دون طمانتاشر سنة ده القانون بتاعكم البتنادبيه طيب كيف تعلموها الجنس دون الطمانتاشر دارينا تعمل شنو بالزبط دارينا تنفزوا خارج اطار الاسرة دارينا الاطفال يتعلموا عليهم من بدري ويبقى متاح لهم ليه ليه عشان يعملوا بتان ما نحن في النهاية بينفسي قاعدتكم اذا الصلاة ما بيعلم الطفل الا بعد ما يبقى عليها طيب بنفس الموضوع ده خلوهنما يبقوا على الموضوع ده من جانب اخر شن تعرف انه الغرض منه اشاعة الفاحشة ما اكتر من كده ما همون التعليم ما همون توجيه الاولاد ما همون تثقيفهم لا ابدا الهم والهدف اشاعة الفاحشة لو ما كده اصل الموضوع ده هو يعني موضوع فطري وربنا غرسوا في فطرة الانسان تقبلوا الحيوان مش الانسان براو حتى الحيوان الحيوانات دي العلمة درست في المدارس انها كيف تتكاثر وضعوا لا مناهي خشة الانترنت اي حيوان عنده طريقته ونظامه ونحن مجتمع احنا مجتمع يعني سوداني اغلبنا عندنا تربية الحيوان في البيت وفي مزارعنا وبنعرف تفاصيل الامور دي بنعرفه كويس واسأل الناس الرعاة والناس عندنا الحيوانات في البيوت وكده بيعرفوا بتفاصيل دقيقة اي حيوان عنده نظام نظام لانه ربنا قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه ربنا هداه الطيور دي بتضيط ها يعني منو الكلمة الجمرية انها بعد ما تبيض البيت بتركو تفيه منو الكلمة وبتركو تفيه ايام معينة وبعد داك صغيرة دا اول ما فقس من البيضة بيطلع وبتأكله اكل معين في سنه دي ويقبر تزيد للأكل وزيد للجرعة وتختار له من انواع منو العلمة الحيوانات يا اخي ربنا هداها انها تمارس قضية دي بالطريقة المصبوطة كويس اللي فيها مصلحة تكاثر النسل فيافتاعة فياخي الانسان من باب اولى ربنا هداه وان احتاج احيانا الى بعض المعلومات فماما كان المدرسة ولا السن بتاعات المناسبة سن الاطفال اطلاقا ولا بتحتاج الى منهج دراسي ولا بتحتاج الى مقررات بعد ما زل بعدين يبقى على الزواج بيلقى من اصدقائه من اهله الاكبر منه سنا بيوجهه ببعض المعلومات البسيطة جدا وان لا غالب المعلومات دي يعني مركوزة في فطرة الانسان وما بيحتاج فيها الى تنبيه ولا الى تعليم لكن قد يحتاج الى بعض المعلومات وبيلقاها فعشان كده انا الف واجي راجع ويدور في ذهن السؤال لماذا تدرس هذه المادة لاطفال صغار في المدارس لسه يا دوب نحن بنعلمهم في مرتكزات الاخلاق وبنعلمهم في انه اشياء ما يدعرضوا لها كده قد يحتاج الاطفال الى تعليم بعض الامور المهمة اللي بتحميه هو من اللي بسموه sexual harassment اللي هو التحرش الجنسي غيره بيحتاج الطفل لمعلومات ودي مكانه مال مدرسة ونبتح طيلة مقرر دي امه في البيت بتنبهه انه ما في زول يعمل لك كده ما في زول مثلا يمسك ملابسك يخلع ملابسك ما تقلع ملابسك بر البيت خارج الحمام كده امور معينة الام بتنبه عليها الطفل من صغير هو اصلا يعني ما من اساليب التربية ينقل الطفل الى معلومة هي فوق من عقليته ومن فهمه لا يدو بعض المعلومات قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة احيانا بحيث انه يحمي بها نفسه وما يخش في شنو في تعقيد ما تدخله في تعقيد وما تكسر حياءه البنت بطبيعته خاصة البنات بطبيعتهم فيهم الحياء عشان كده يا اخي يا اخي المدرسين بتاعين مادة الاحياء مثلا والعلوم في المستويات الصغيرة ومادة التربية اسلامية بيجدوا بعض الالفاظ وان كانت الالفاظ كناية وبعيدة عن الفاظ المباشرة في المواضع دي بيجدوا صعوبة كون يشرحها للفتيات لما فيهم من الحياة ولمفترض الاساس يحافظ على هذه الدرجة من الحياة شان ما يتفحش الاطفال ويدخل في مشاكل بيجوا صعوبة فكيف لما انتجي تدي اساس كتاب من الغلاف برة بتكلم على الجنس يا ناس كلام ده ما بيجي كلام ده ما مقبول وانا مستغرب المجتمع ساكت ويطرحوا عليه كلام زي ده والمجتمع ساكت وما جايب خبر للكلام ده يفكوا طوالي الجداد بتاع الشيوعين شغال ايضا اللي يفتح خشبه في الموضوع ده وهؤلاء يجرحون الاطفال وانتو دارين تجيبوا لنا قلة ادب في المجتمع دخلوا اصلا الموضوع ما اكتر من كده قلة ادب في المجتمع يا اخي قلة الادب ده كفاية الحاصل في المسلسلات وكفاية الفيديوهات اللي بيشاهدوها بالدس وخفية عن اهلهم وكفاية الكلمات النابية اللي قاعد يسمعوها في الفيسبوك كفاية ده كله دارت اخدتوا لنا في المنهج تشرعنوا دارت تشرعنوا في المنهج بعدين تالي لو قلت للولد يا اخي عيب تقول كلمة دي يقول لك يا زون ده في المدرسة تدون لها وامتحنونا فيها يدون لها في المدرسة يقول لك تقول لها يا عيب كيف فدي شرعنة لقلة الادب وتأصيل ليسوا الاخلاق ما مقبول يا اخوانا اطلاقا ده كلام ما مقبول ما كان موجود عندنا في مناهجنا ولا في مناهج غيرنا ولا في مناهج غيرنا المجتمعات دي كلها ما متكاسرة ما لا واقفة يا اخي فريغي دي مليانة يعني وين المجتمعات المحافظة اللي عندها اخلاق مجتمعات مسلمة زينا قاعد تدرس اشياء زي دي او بتقبلها تكون موجودة في المناهج بتاعتها بعدان انت بتفتح باب يعني الباب ده ما بتقفل لو خطيت مادة زي دي حتى لو ضبطتها باعبارات معينة ما يقول عندك اساس موجود في الفصل الطالب مدام موجود قدامه ممكن اسأل الاساساس اسئلة فحشة جدا الاساس هيهرب منا ولا هيجاوب ولا هيقول له عبارة انت بتقدر تضبطها بعدين ممكن يقول لي عبارة وحتبقى المدرسة مسرح لجلة الادب دي الخلاصة نسأل الله سلامة والعافية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة